مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الثالث من فيديوهات الجوينتس أوف أبرلم وهنا سنتطرق إلى الأكروميو كلافيكولر جوينت نتابع من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل أكروميو كلافيكولر جوينت هو عبارة عن جوينت ما بين الأكروميون وهو جزء من الإسكابيولا وما بين الكلافيكول مثل ما نلاحظ فلذا سمي بالأكروميو من الأكروميون وكلافيكولر من الكلافيكول فهذا هو عبارة عن الأكروميو كلافيكولر جوينت سنتطرق أولا إلى الـ type of the joint مثل ما نلاحظ أكروميو كلافيكولر جوينت is plane type of synovial joint ماذا يعني plane type of synovial joint أيضا تطرقنا له في محاضرة الجنرال أنتومي ولكن لنأخذ نظرة سريعة مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن plane type of synovial joint هذا الـ plane type of synovial joint وقد اكتسب تسميته كما هو واضح من شكل الجوينت مثل ما نلاحظ هذا plane وهذا plane فيغتربان من بعضهما ويعملان articulation هذه الحركة التي يسمح بها الـ plane joint ستكون gliding or sliding movement in the plane of articular surfaces هذا أحد الـ articular surfaces وهذا articular surface آخر فهنا حينما يكون الـ articulation بهذه الطريقة فالحركة المسموح بها هي gliding أو sliding مثل ما نلاحظ سيكون هناك انزلاق بين هذين الـ two surfaces فسينزلق أحد الـ articular surface على الـ articular surface الآخر بهذه الطريقة وستكون الحركة بنفس المستوي بنفس الـ plane الموجود فيه هذا الـ joint أو الموجود فيها هذه الـ articular surfaces The opposed surfaces of the bones are flat or almost flat ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هنا مثل ما نلاحظ هنا في هذا الـ acromic clavicular joint هنا هذا السرفيس سيكون flat أي أنه سيكون منبسط وأيضا الـ articular surface الآخر سيكون أيضا flat فلا يوجد هناك settle لا يوجد هناك شكل سرج الحصان ولو يوجد هناك pull and socket ليس هناك socket وليس هناك pull هناك فقط lane هناك فقط مسطح شيء مسطح articular surfaces تكون مسطحة with movement limited by the tight joint capsule هنا المovement limited جدا تسمح بحركة limited جدا ولكن هذه الحركة مهمة وسنلاحظ بعد قليل ما هي أهمية هذه الحركة لنستعرف الآن على الـ articulation of the acromic clavicular joint هذا هو الـ acromic clavicular joint the acromial end of the clavicle هذه هي عبارة عن الأcromial end of the clavicle هذه acromial end of the clavicle أو lateral end of the clavicle articulates with the acromion of the scapula هذا هو عبارة عن الأcromion of the scapula the articular surfaces covered with fibro cartilage أيضا هنا لديها fibro cartilage وليس لديها hyaline cartilage are separated by an incomplete with shape of articular disc with shape articular with shaped articular disc هنا أيضا لديه articular disc ولكن incomplete كما نلاحظ في هذه النقطة هذا هو عبارة عن الأcromion clavicular joint من الداخل هذا هو الـ fibro cartilage وهذا أيضا fibro cartilage وهذا هو عبارة عن الـ articular disc ولكن incomplete أي أنه لا يكمل لا يفصل الجوينت إلى two compartments سيكون لديه compartment واحد وهذا هو الأcromion clavicular articular disc هذا يطرق أcromion clavicular articular disc فهذا هو الأcromion clavicular disc سيكون موجود ما بين الـ two end of أو الـ two articular surfaces of the joint التي هي الأcromion و الأcromion end of the clavicle وأيضا هذا الـ articular disc سيكون أيضا مصنوع من الـ fibro cartilage فهنا fibro cartilage هنا fibro cartilage وهنا أيضا fibro cartilage ووجود الـ fibro cartilage يعطينا فكرة عن كمية هناك كمية حركة محدودة وأيضا أن من وظائف هذا الجوينت أن يعمل shock absorber مثل ما هو الحال في الأcromion clavicular joint سيعمل shock absorber ولكن حين الانتقال مثلا إلى الـ knee joint في الـ knee joint سنلاحظ أو حتى الـ shoulder joint سيكون لديه سيكون لديه articular surfaces مغطى بـ hyaline cartilage فالـ hyaline cartilage سيقلل من الاحتكاك بشكل كبير ولكن هنا الـ fibro cartilage ستكون الوظيفة الأساسية مثل ما نلاحظ أنه thick فستكون الوظيفة الأساسية له والغاية الأساسية من وجود الـ fibro cartilage هو shock absorber هذه الصورة تعرفنا عليها في المحاضرة السابقة فكما تلاحظون أن complete articular disc هناك complete articular disc في الـ sterno هذا هو sterno clavicular joint فالـ complete articular disc يتصل بالـ joint capsule ولكن حين الانتقال مثلا إلى الأكرومية clavicular joint ثم نلاحظ هذا هو الأكروميان الذي هو جزء من الإسكابيولا وهذا هو عبر على الأكروميال end of the clavicle وهنا سيكون لديه articular disc فهو يتصل من أحد النقاط ولكن لا يكمل طريقه إلى الجهة الأخرى فهو incomplete articular disc سننتقل الآن إلى joint capsule مثلا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ sterno clavicular joint هنا الجهة الأخرى لن يكون قوي في هذا الجهة الأخرى ولكن مع ذلك أن هناك ligaments ستقوم بتقوية هذا الجهة الأخرى فالـ joint capsule هو عبارة عن طبقة من الـ loose fibrous layer ستكون sleeve-like أي أنها تشبه المصفات is attached to the margins of articular surfaces ستتصل بحدود الـ articular surfaces التي تكون ما بين الأكروميان والـ clavicle مثلا ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الأكروميال clavicular joint the synovial membrane lines the fibrous layer هذا هي الـ synovial membrane مثل ما تعرفنا أنها ستغلف أو ستبطن الجوينت كابسول من الداخل وقلت أن في محاضرة الـ shoulder joint سنتعرف أكثر على هذه النقطة أن الـ synovial membrane ستبطن الجوينت كابسول من الداخل لأنها ستكون واضحة هناك أكثر وهي على نفس المبدأ فالـ synovial membrane لن يغلف أو لن يغلف بهذا المعنى لن يغلف الـ articular surfaces ولكنه سيبطن الجوينت كابسول والـ synovial membrane أيضا مثل ما قلت في محاضرات سابقة أنه مسؤول أن تكون synovial fluid في داخل هذا الـ synovial joint joint capsule is relatively weak relatively weak أن هذا الـ joint capsule سيكون ضعيف ولكن the joint capsule is strengthened أو reinforced superiorly by fibers of trapezius هذه هي عبارة عن الترابيزيس مثل ما نلاحظ وهذه أيضا ترابيزيس فـ fibers of trapezius ستقوم بتقوية هذا الجوينت كابسول superiorly من جهة من جهة السوبرير أي من الأعلى ستقوم بتقوية الجوينت كابسول جهة الأعلى الآن ننتقل إلى الزجمات 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 مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن الأكروميو clavicular ligament أكروميو clavicular ligament على نفس اسم الجوينت نفسه فهذا الليجامنت سيقوم بتقوية الجوينت كبسول من الأعلى كما هو الحال في الفايبرز التي أيضا ستقوم بتقوية هذا الجوينت كبسول من الأعلى The integrity of the joint is maintained by extrinsic ligaments extrinsic ligaments أي أنها ligament خارج الأكروميو clavicular joint distant from the joint itself مثلا هذه هنا هذه الليجامنت مثلا ما نلاحظ هنا هذا هو الجوينت ولكن هذه ligament هذه هي الأكروميو clavicular مثلا ما نلاحظ the coraco clavicular ligament is a strong pair of bands that unite the coracoid process of the scapula to the clavicle هذه هي عبارة عن el coracoid process of the scapula فستوصل ال clavicle هذه هي ligaments ستوصل ال clavicle مع el coracoid process of the scapula فهذه هي التو أو ال pair of bands هذه band وهذه band أخرى ستربط ال clavicle كما قلت مع el coracoid process of the scapula anchoring the clavicle to the coracoid process أي أنها ستقوم بتعليق el clavicle لهذه ال process the coracoclavicular ligament consists of two ligaments the conoid ligament and the trapezoid ligaments هذا هو الترابيزويد ligament وهذا هو ال conoid ligament which are often separated by a persa هنا ال persa سنتعرف عليها إن شاء الله في محاضرة قادمة سنتعرف عليها في محاضرة shoulder joint سيكون هناك تفاصيل أكثر عن ال persa ما هي ال persa وأين تكون موجودة ولكن بشكل عام نحن تعرفنا عليها في محاضرة general anatomy هي عبارة عن كيس يوجد في داخلها fluid هذا هو عبارة عن الترابيزويد line الذي ينطلق منه الترابيزويد ligament مثل ما نلاحظ وهذه هي عبارة عن ال conoid tubercle التي ينطلق منها ال conoid ligament وكلهما يكون الكوروكو clavicular ligament الذي يربط الكلافيكل مع الكوروكويد بروسس التي هي عبارة عن جزء من الاسكابيولا كما قلت كثيرا لحد الآن وهذه الصورة توضح ارتباطات أو علاقات شبكة علاقات الكلافيكل مع غيره من soft tissues مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن insertion هذه originally المصز الأحمر هو عبارة عن muscle origin والأزرق هو عبارة عن muscle insertion والأخضر هو عبارة عن ligament attachment مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال conoid ligament هذا trapezoid ligament وهذا هو عبارة عن الكوستو clavicular ligament كما تعرفنا في المحاضرة السابقة هذا يعطينا فكرة عن ما هي ligaments التي تتصل بها الكلافيكل وتعتبر extrinsic ligament أيضا هذه الصورة عن البرسة مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن البرسة ومثل ما قلت سنتعرف عليه إن شاء الله في المستقبل بالتفاصيل أكثر الآن relative position of the ligaments مهم يعتبر مهم فيجب علينا أن نتذكر أن ال conoid ligament سيكون medial والألترابيزويل ligament سيكون lateral هذه relative position يركزون عليها في طرح الأسئلة وخصوصا أسئلة multi choice questions مهمة جدا وأنا شخصيا حينما سأقوم بعمل امتحان على هذه القناة عن البرلم أو حتى عن الجنرال anatomine سأركز هذه التفاصيل التي تحتاج إلى visualization وتحتاج إلى ذاكر سأركز عليها لأنها مهمة فمثل ما تلاحظون أن شكل ال conoid ligament وشكل الترابيزويل ligament إلى حد ما صعب التمييز بين شكل هذا ligament وشكل هذا ligament فالحالة الوحيدة وكلهما ligament فالطريقة الوحيدة لتمييز من هو الكونايد ومن هو الترابيزويل هو من relative position لذا اهتموا relative position فهنا أنا في هذه القناة أقوم بتوجيه من يتابع هذه القناة clinical oriented يعني أنني أقوم بتوجيهك بطريقة clinical حينما تدخل إن شاء الله إلى غرفة العمليات في يوم من الأيام وترعو حتى في المختبر حتى في مختبر التشريح أوجهك بطريقة أنك تستطيع تمييز structures من خلال البوزيشن من خلال تفاصيل كثيرة هذه هي غاية هذه القناة ماذا يعني ذلك؟ الآن هناك active actively وهناك possibly ماذا يعني actively ماذا يعني possibly actively حينما مثلا أنا أقوم بمثلا أريد أن أساعد الماء من الطابق الأرضي إلى الطابق الأعلى أعلى طابق في المبنى مثلا أو في البيت فهنا أنا أقوم بعمل active هناك أنا أقوم بتصعيد الماء actively باستخدام مضخة مضخة للماء تقوم بضخ الماء من الأسفل إلى الأعلى ولكن أنا أيضا أستطيع وأنا سأقوم بهذه أنا أساعد الماء إلى الأعلى لكي أستطيع أن أستخدمه ماذا يعني ذلك يعني حينما أكون أنا في الطابق الأرض مثلا وأحتاج أن أستخدم الماء الموجود في الخزان الذي هو موجود في السطح في سطح البناء أو سطح البيت فهنا أستخدم أنا الماء بطريقة أو أنزل الماء بطريقة أي بدون استهلاك طاقة وهنا هذه الليجامنس التي هي عبارة عن الكوروكو تقوم بتعليق الأبرلم تقوم بتعليق الأبرلم بالكلافكل والكلافكل يقوم بتعليقها بالثوركس أو بالترنك بطريقة بصفلي أي أننا لا نحتاج هنا إلى بذل جهد ولكن أين نحن نحتاج إلى بذل جهد هناك عضلات سنتعرف عليها إن شاء الله في المستقبل نحن تعرفنا عليها ولكن سنضوي عليها أكثر إن شاء الله في الجوينت القادم والذي هو عبارة عن الشولدر جوينت فنلاحظ أن بعض الأضلات تقوم بالتقلص لكي تقوم بعمل سسبنشن أي تقوم بتعليق الأبرلم في الترنك لأن ننتقل إلى المovement أكثر إن شاء الله في الجوينت مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الجوينت هذا هنا وهذا هو للسرنكلافيكولر جوينت وهذا هو الأكروميوكلافيكولر جوينت ماذا يعني يعني أن لدي هذا هنا الكلافيكولر أو الأكروميوكلافيكولر و هنا سيكون الأكروميوكلافيكولر فهنا سيكون هناك روتاشن بينهما انزلاق و روتاشن غلايدين و سلايدين وأيضا ستعطي الروتاشن أيضا تعتبر انزلاق فأيضا سينزلق بهذه الطريقة وهناك حركة ولكن مثل ما قلت أن هذه الحركة تكون بنفس البلين لهذه الارتكولر سيرفيس هذه موذمينت أرسو أسوسيات with موشن add physiological scapula thoracic joint أي مثل ما قلت سابقا أن هناك physiological joint الذي هو عبارة عن joint معمول بسبب العضلات أي أن هنا العضلات هي من تقوم بعمل هذا الجoint وهو ليس رلجوينت ولكن هو عبارة عن physiological joint يكون ما بين الاسكابيولا والثورس لهذا السبب سمي بالاسكابيولا thoracic joint فهنا هذا الجوينت وأيضا مثل ما قلت في المحاضرة السابقة هذا الجوينت لن يكون هناك عضلة تعمل فقط على هذا الجوينت أو عضلة تعمل فقط على هذا الجوينت فهذا التو جوينت يتحركان نسبة إلى حركة الشولدر بشكل عام فهنا لا يمكن فصل حركة هذا الجوينت عن هذا الجوينت وأيضا عن الشولدر جوينت وأيضا عن السكابيولا thoracic جوينت فكل هذه الجوينت تتحرك بشكل متناسق no muscles connect the articulating bones to move the acromioclavicular joint the exeoabendicular muscles exeoabendicular هي عبارة عن الأضلات ما بين الأبرلم والترنك muscles that attach to and move the scapula cause the acromion to move on the clavicle ماذا يعني ذلك مثل ما قلت أنه ليس هناك أضلة معينة تقوم بتحريك الأكروميال الأكروميو clavicular joint أو الاسترنك clavicular joint بشكل منفصل هذه الحركة على هذه الجوينت تحصل بسبب حصول حركة على جوينت آخر أي أن هذه الجوينت الأربعة التي يبار shoulder joint clavicular steric clavicular و scapular thoracic joint الذي هو physiological joint وكل هذه الجوينت تحصل عليها أو تحصل فيها الحركة بشكل متزامن فليس هناك جوينت واحد ينفرد بحركة معينة دون أن يشرك الجوينت الآخر بهذه الحركة لذا في العضلات التي تعمل على هذه الجوينت هي نفسها جميع العضلات تحرك كل هذه المفاصل الآن لننتقل إلى the supply and innervation of the acromion clavicular joint مثل ما نلاحظ supplied by supra scapular هذا هو عبر عن supra scapular artery مثل ما نلاحظ سيعطي branch إلى acromion هذا هو branch على ما أعتقد هذا هو branch ليس واضح من أبل بيئة ولكن هذا هو branch الذي سيعطيه إلى acromion clavicular joint وأيضا theraco acromial artery أيضا هذا هو theraco acromial artery سيعطي branch الذي هو عبارة عن acromial acromial branch وجزء من acromial branch أو عبارة عن branch صغير من acromial acromial branch of theraco acromial artery سيذهب إلى مثلا نلاحظ إلى acromial clavicular joint الآن بما يخص l'innervation لهذا الجoint مثلا نلاحظ consistent with Hilton's Law ما هو Hilton's Law تطرقنا له في محاضرات General Anatomy يقول نص Hilton's Law Joints are supplied by articular branches of the nerves supplying the muscles that act on the joint يعني أن المفاصل يتم تغذيتها بال nerves نفسها بالعصاب نفسها التي تغذي المصص التي تعمل على هذه الجoint فمثلا نلاحظ هنا l'acromial clavicular joint سيتم تغذيته بال lateral pectoral nerve lateral pectoral nerve هو النerve الذي يغذي pectoral major وأيضا l'accillary nerve أيضا سيتم تغذية l'acromial clavicular joint بال axillary nerve الذي هو نerve الذي يغذي الدلتويد muscle وأيضا l'tears minor هناك من المؤكد أن هناك عضلات أخرى تعمل على هذا الجoint ولكن هذه فقط ال nerves التي تغذيه من العضلات التي تعمل عليه هناك أيضا nerves أخرى تغذي هذا المفصل سنتعرف عليها بعد قليل ولكن هذه التي تم تطرق لها في محاضرة منفصلة وتطرقنا لهذه nerves جميعها في محاضرات منفصلة وتتبعناها من ال brachyale plex إلى أن وصلت إلى الفينجرز مثل ما نلاحظ هناك أيضا عصاب أخرى هي عبارة عن cutaneous nerves cutaneous nerves التي عبارة عن lateral أو الذي هو عبارة عن lateral supra clavicular nerve هذا هو lateral supra clavicular nerve وعبارة عن cutaneous nerve ويقوم بتغذية ال skin وأيضا يعطي branch لذا فكما هو الحال في التي يتم تغذيته بال cervical plexus وأيضا و هنا أيضا هذا الجوينت يتم تغذيته بال cervical plexus أو من cervical plexus وأيضا من brachial plexus وإلى هنا انتهى هذا الفيديو نلتقى إن شاء الله بفيديو قادم اشتركوا في القناة